موسيقى من الميادين السلام عليكم وإلى العنوين هو يعلم أن أي مواجهة مقبلة قد تكون في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة السيد نصر الله يؤكد أن المواجهة المقبلة مع إسرائيل ستكون داخل الأراضي الفلسطينية ويعلن عن تفكيك قواعد حزب الله على حدود لبنان الشرقية محافظ عدن السابق يعلن تأليف مجلس انتقالي لحكم الجنوب وأنصار الله يعتبرونه تهديداً لوحدة اليمن اتهامات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بتجاوزات وإخلالات مالية أهلا بكم مشدد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله على أن إسرائيل تعلم أن أي مواجهة مقبلة مع لبنان ستكون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي كلمة الله لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القيادي في حزب الله مصطفى بدردين قال نصر الله أن بناء إسرائيل جداراً مع الحدود اللبنانية هو سقوط لمشروع دولتها العظمة هو يعلم أن أي مواجهة مقبلة قد تكون في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة لن يكون هناك مكاناً بمنأة لا عن صواريخ المقاومة ولا عن أقدام المقاومين هو يعرف ذلك ولذلك هو يأخذ الأمر بجدية لا يقابل الخطاب بخطاب وأنما يقابل التهديد بإجراءات خطط ومناورات وقوات وإخلاء مستعمرات وتغيير في الجغرافيا وبناء جدران ومشاكل وهذا أيضاً جيد هذا نصف المعركة لحاله نصر الله أعلن عن تفكيك حزب الله قواعدة على الحدود اللبنانية الشرقية بعدما أنجزت المهمة المطلوبة في حمايتها الآن على الحدود اللبنانية الشرقية لم يعد هناك من أي داعي لتواجدنا لذلك أنا أود أن أعلم بأنه نحن الآن فككنا وسنفكك بقية المواقع العسكرية على تلك الحدود اللبنانية من جهة العراض اللبنانية ونخليها لأنه لم يعد هناك أي داعي لتواجدنا هناك المهمة أنجزت المهمة أنجزت يعني هلأ بيقدر هذا العسكر يصطف ويقول يضرب تحية للبنان والشعب اللبناني ولكل شرفاء ولأهل بعلبك الهرمل ويقول لهم المهمة المتعلقة بالسلسلة الشرقية أنجزت وبناء الشهداء الجرحة والحيات والصبر تضامن الأهالي هلأ من هنا طالع مسؤولية الدولة حفظر ناطق باسم حركة أنصر لا محمد عبد السلام من تهديد وحدة أراضي اليمن عبد السلام قال إن ما يحدث في الجنوب من حديث عن مجلس هنا أو هناك هو تجل لأهداف الاحتلال الأمريكي الموكى لأمر تنفيذه إلى الإمارات لإقامة مشاريع صغيرة كما دع القوى الطامعة إلى عدم بيع الوهم لأنه بضاعة كاسدة على حد تعبيره أعلن محافظ عدد السابق عيدروس الزبيد تألف مجلس انتقالي لإحكم جنوب اليمن الأعلن نص على تشكيل هيئة رئاسية للمجلس برئاسته على أن يكون هاني بن بريك نائبا له وتتولى هيئة رئاسة المجلس دارة الجنوب وتمثيله داخليا وخارجيا الزبيد وصل لقاءته بالقيادات بل بقيادات ومكونات مدنية وعسكرية في عدن استنادا إلى نص الفقرة الثانية من الإعلان التي نصت على تفويض القائد عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي بإعلان قيادة سياسية وطنية برئاسته لإدارة وتمثيل الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته وتخويله بكامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ بنول الإعلان ولما تقضي مصلاحة الجنوب العليا أكد نايب وزر الخارجي روسي ميخايل بوغدانوف أن المجلس المحلية التي قد تشكل بعض القضايا على الإرهابيين في سوريا يجب أن تكون بديلة عن السلطة الشرعية بوغدانوف أوضح أن مناقشة تفاصيل إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا تتطلب مشاركة أمريكا والأردن كما لفت إلى أن موسكو يمكنها لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طالت سلو أن مدينة الرقة ستسلم إلى مجلس عسكري ومدني من أبنائها بعد تحريرها وفي حديث للميادين قال سلو أن حصار المدينة سيتم من الجهات الغربية والشمالية والشرقية تمهيدا لدخول قوات سوريا الديمقراطية إليها قبل عدة أيام كان فيه هناك تشكيل لمجلس مدينة الرقة المجلس المدني وأنا كنت موجود هناك وتعهدنا نحن قوات سوريا الديمقراطية بتسليم المدينة من ناحية المدنية بإدارة من أبناء المنطقة من أبناء المدينة من ناحية المدنية سوف يتم تشكيل مجلس عسكري من أبناء المدينة وريفها وأيضا سوف يتم تسليمهم الأمور العسكرية فإذا قواتنا بعد أن تقوم بعملية التحرير سوف نعاود الانسحاب إلى الأماكن السابقة التي كنا موجودين بها قبل بدء حملية الرقة الجيش السوري وحلفاء يتقدمون مسافة 65 كم على محور طريق دمشق بغداد ويؤمنون منطقته السبع بيار وحاجز ظاذا لتصبح المسافة التي تفصيلهم عن معبر التنفى الحدودي أقل من 100 كم محمد الخضر نحن في عمق البادية السورية هذه منطقة السبع بيار التي تبعد نحو 145 كم شمال شرق العاصمة السورية دمشق وحدات الجيش السوري وحلفاء استعادوا السيطرة على مساحات واسعة قرب الطريق الدولي دمشق بغداد طبعا هذه المناطق كانت تحت سيطرة داعش وأيضا وحدات الجيش السوري تقوم بصد هجمات تتلقاها من مجموعات مسلحة أخرى كانت تنشط على هذه المحاور في البادية مترامية الأطراف السيطرة على أكبر مقادر ممكن قلت لك من الأراضي السورية والتوسع فيها وتنظيفها وتطهيرها من الإرهابيين في هذه المنطقة واثنين تأمين الطريق الواصل بين دمشق طبعا طريق البادية باتجاه معبر التنفي الحدود العراقية الأردني لأنه له همية خاصة كثير هذا الطريق بتعرف طريق حيوي باتجاه الحدود العراقية حاجز ضاذة آخر نقطة تقدمت إليها وحدات الجيش السوري تقدم يجري بوتيرة عالية في مساحات مفتوحة سيطرة وتثبيت في المرتفعات الحاكمة وأعمال تحصين لحماية الطريق ومقارات الوحدات المتقدمة هذه آخر نقطة وصلة الجيش العربي السوري في إطار عملية الواسعة لتحرير هذا المحور المسافة من النقطة التي انطلقنا منها في العملي حوالي 65 كيلومتر وإن شاء الله ستستمر العملية حتى اتمام كامل المهمة التي تم تخطيطها السيطرة على هذه المساحات الواسعة تنهي المرحلة الأولى من عملية عسكرية تهدف بشكل خاص إلى تأمين الحدود السورية العراقية هدف كبير يؤدي بشكل خاص إلى تأمين هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين دمشق وبغداد طبعا العملي ما كانت سهلي نهائيا نحن ما نتقدم في أرض جغرافي واسعة ومكشوفة والمحور طويل نوعا ما يعني حوالي 160 كيلومتر حتى التنف لا توقف في التحضيرات لإكمال المهمة أقل من 100 كيلومتر تفصل الوحدات المتقدمة عن معبر التنف محمد الخضر من السبع بيار في البادية السورية الميادين وغرب الموصل تتقدم قوات الشرطة الاتحادية العراقية حيث أصبحت على بواد 300 مترا من حي الاقتصاديين وكانت هذه القوات قد حررت حي الهرمات الثانية ومنطقة المعامل وحي الصناعة الشمالية وتخد حاليا اشتباكات عنيفة في المدينة القديمة بالساحل الأيمن للموصل أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيلاني اعتقال منفذ عملية اغتيال القيادي في كتائب عز الدين القسام مازن فقه واخرار المطمر صحفي عقده أمام منزل الشهيد غرب مدينة غزة قال هنية أن القاتل سينال أشد عقوبة جراء جريمته نعلن لشعبنا الفلسطيني لأمتنا العربية والإسلامية أن القاتل المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة ونفذ أوامر ضباط أجهزة الأمن الصهيونية أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية أدلى بالاعترافات الواضحة المفصلة الشاملة عن هذه الجريمة ووزارة الداخلية خلال أيام قليلة ستعقد مؤتمر صحفي تشرح فيه كل التفاصيل وتضع شعبنا الفلسطيني بكل ما يتعلق بهذه الجريمة للمرة الأولى يزور أصليب الأحمر السير الفلسطيني مروان برغوثي اليوم كما هو متوقع علمنا أن البرغوثي هو الأسير الوحيد الذي لم يزره سابقا هذا ويواصل الأسر الفلسطينيون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس والعشرين فيما تتصعد الإجراءات القمعية لإدارة سجون الاحتلال والأسية مع عمليات التفتيش المكثفة والمناقلات وتشهد رام الله مسيرات جماهيرية من خيام الاعتصام إلى وسط المدن تضامنا مع الأسرة أعلنت لجنة المتابعة العليا عن سلسلة نشاطات لإسناد الأسر المضربين في السجون الإسرائيلية منها للضراب عن الطعام ليوم واحد اليوم الخميس في قيمة الاعتصام في مدينة الناصرة التي تشارك فيه شخصيات سياسية ووطنية فلسطينية من أراضي عام 48 إضافة إلى وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية ومهرجان إسنادي السبت المقبل في مدينة باق الغربية كماهير الفلسطينية هنا في الناصرة وفي كل بقاع الوطن ترى نفسها جزء من الشعب الفلسطيني ومن قضية الشعب الفلسطيني 800 ألف فلسطيني دخلوا سجون الاحتلال هذا يعني شعب بأسره يناضل ضد الاحتلال هم سجناء حرية مطالبهم هي المطالب الدنيا الأبسط على الإطلاق لكل معتقل سياسي نحن معهم في هذا النضال العادل حتى تحريرهم وحتى تحرير فلسطين كلها اليوم نحن هنا في مدينة الناصرة نخوض إضرابا رمزيا عن الطعام لمدة يوم وفي الأيام القادمة سيكون هناك إضرابات مماثلة لقطعات سكانية وقطعات اجتماعية مختلفة مثلا إضراب يقوم به أطباء بعد ذلك حقوقيون بعد ذلك حركات نسائية شباب وطلاب وأولياء أمر طلاب وما إلا ذلك بمعنى أن يكون هناك نشاط يومي هنا في هذه الخيمة من الساعة العشر الصباح حتى الساعة الثامنة مساء لدعم إضراب الأسرة فاصل ونواصل أهلا بكم مجديد كشف تقرير دائرة محاسبة لرقابة التصرف المالي عن تجاوزات مالية داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإخلالات مالية داخل الهيئة تقرير دائرة المحاسبة يأتي بعد علان رئيس هيئة شفيق صرصار استقالته بسبب موصفه بإشكالات داخل مجلس الهيئة تمس بمبدأ الديمقراطية تقرير سنيحة البوغان اتهامات بخسائر تفوق مليوني دينار للهيئة العالية المستقلة للانتخابات يؤكدها تقرير دائرة المحاسبات لرقابة التصرف المالي الذي يوصي بالتقيد بشفافية وترشيد النفقات واحترام شرعية العمليات المالية إخلالات الوقف عليها دائرة المحاسبات تتعلق بالتصرف في الموارد البشرية في الممتلكات وفي مدى التقيد بقواعد حسن التصرف في المقابل يؤكد رئيس الهيئة المستقيل شفيق صرصار أن الهيئة مستعدة للإجابة على هذه الإخلالات جدل بشأن تجاوزات في التسير لهيئة الانتخابات فيما تبذل الأطراف السياسية والمدنية المساعي لدفع شفيق صرصار للعدول عن استقالته والبحث عن حلول لهذه الأزمة لضمان سير الانتخابات المحلية في موعدها يمكن أثناءه على هذه العملية محاولة لإيجاد حلول للإشكالات اللي يمكن أنه اليوم يوضحها ويطرحها ونتصور أن الحلول ممكنة طلبنا من السيد شفيق صرصار أنه يتراجع عن هذه الاستقالة خاصة أنه فمش مشكل جوهرية ولا مشكل مبدئية لتمس من عمل الهيئة الالتفاف حول الهيئة والحرص على دفعها لاستكمال مهماتها قد يختلف بحسب مراقبين بعد النتائج التي كشفها تقرير دائرة المحاسبات لكونها قد تهز الثقاء التي تتمتع بها الهيئة بغض النظر عن تراجع رئيس هيئة الانتخابات عن مطلب الاستقال من عدمه يرى متابعون أن صورة الهيئة لدى الرأي العام قد تفقد مصدقيتها بعد التجاوزات التي أعلنتها دائرة المحاسبات سميح البغانمي تونس الميادين ومعنا من العصمة تونسية رئيس تحرير صحيفة أخر خبر نور الدين ألمباركي بداية أهلا بك سيد نور الدين أبدأ معك من انطلاقا من تقرير الزميلة سميح البغانمي هل اهتزت فعلا الثقاء بالهيئة العليا للانتخابات على خلفية التقرير الذي صدر عن دائرة المحاسبات وبالتالي ما مصير استقالة شفيقة صرصر نعم مساء الخير هو في البداية ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات من إخلالات مالية في الحقيقة لا يمكن توصيف أن تجاوزات كبيرة أو أنه فساد هي إخلالات ومن حق هذه الهيئة المستقلة للانتخابات أو مجلس الهيئة أن يرد على هذه على ما جاء في تقرير ومن ضمن تقاليد دائرة المحاسبات أنه ينشر بعد ذلك تقرير يتضمن وجهة نظر الدائرة وأيضا وجهة نظر مجلس الهيئة الانتخابات طبعا في الحقيقة الحديث عن هذه الإخلالات وهذه التجاوزات ليس جديدا إذا رجعنا خلال الأشهر الأخيرة إلى تقارير العديد من الجمعيات في المجتمع المدني تحدثت عن مثل هذه الإخلالات وتحدثت عن تجاوزات ونبهت ذلك وأصدرت بيانات وتقارير وهي منشورة على الواب ربما ما جعل اليوم دائرة تقرير هذا التقرير يحظى بهذا الاتمام هما عاملين اثنين أولا أن هذه الدائرة هي دائرة حكومية يعني تسند لها مهام مراقبة يعني أنشط والجمعيات والموظمات وأيضا حتى الوزارات وثانيا أن هذا التقرير هو نشر يوم أنس فقط على موقع التروني داية محاسبات تزامن مع أعلان السيد شفيق سرصار استقالاتها مما دفع البعض للتحليل أو الاستنتاج أن ربما هذه الاستقالة أو أن هذه الخلافات داخل مجلس الهيئة لها ارتباطات بهذا الاخلالات وهذه التجاوزات نعم سيد نور الدين يعني هناك من طلب السيد سرصار بالعدول عن هذه الاستقالة بعد هذا التقرير هل يمكن أن يذهب بهذا الاتجاه يعني هو الطلب من سيد شفيق سرصار العدول عن الاستقالة ليس مرتبطا بما جاء في تقرير هذه المحاسبات إنما مرتبط بأسباب التي دفعته لإعلان الاستقالة هي في الحقيقة أسباب غير مرتبطة بتأثير على سبيل المثال السلطة التنفيذية على هيئة المستقال الانتخابات غير مرتبطة بتدخل يعني السلطة أو تدخل لأجل جمهورية أو الحكومة أو أحزاب سياسية في عمل الهيئة إنما هي مرتبطة أساسا بكيفية إدارة الخلافات داخل الهيئة بين أعضاء المجلس الهيئة وبالتالي كانت هذه الدعوة للعدول على الاستقالة هذا إلى جانب أن هناك مواعيد انتخابية قادمة والهيئة ضبطت في الحقيقة رزناما لذلك وتحدث هنا خاصة على الانتخابات البلدية نعم وربما هذا هو المهم في هذا الأمر يعني هذا التقرير يأتي قبل أشهر قريلة وربما سبعة أشهر على الانتخابات البلدية الأولى منذ عام 2011 وبالتالي هل هناك من ارتدادات فيما خاص الهيئة على هذه الانتخابات مصير الهيئة اليوم لا هو نعم يعني أعتقد أنه هناك يعني نوع من التمسك بضرورة أن تجرى هذه الانتخابات في موعدها يعني هذا التمسك لاحظناها على الأقل من زوجيهات أولا من السيد شفيق صفصار ذاته عندما أكد أنه رغم أعلانه الاستقالة فأنه سيواصل مهامه إلى حد انجاز الانتخابات وأنه أيضا سيواصل مهامه إلى حد انتقدم الاستقالة بشكل طرح أيضا هناك في خطاب رئيس جمهورية يوم أنس الذي أكد أن المواعيد الانتخابية ستجرى في موائعينها واعتقد أنه ربما هذا الجدل سيتواصل لبضعة أيام لكن في نهاية الأمر ستبقى هذه المواعيد الانتخابية في وقتها هذه حاجة وثانيا أعتقد أنه السيد شفيق صفصار على الأقل هذه حسب بعض التقديرات القريبة منه أنه سيعني عن تراجعه عن الاستقالة إذن أنت سيد نور الدين يعني لا توافق عن أن كل هذه التطورات أربكت المشهد السياسي لا هي بالضرورة يعني إلى حد ما طرحت تساؤلات هي إلى حد ما أربكت خاصة تزامنت أيضا مع بين ظفرين ما يسمى بالأزمة السياسية في تونس ودعوات بعض الحزاب من انتخابات السابقة إلى أوانها أو حل حكومة السيد يوسف شاهد طبعا إذا نظر لهذه الصورة بشكل عام نرى أن هناك نوع من أربك لكن يجب في نصف الوقت أن نعطيها حجمها وإطارها صحيح هذه في نهاية الأمر خلافات داخل أعضاء مجلس الهيئة وبالإمكان إيجاد ألي لتجاوز هذه الخليفات نعم إذن سيدة نور الدين أتمنى أن تبقى معنا سوف ننتقل إلى ملف آخر وأريد منك أيضا التعليق عليه إذن حمل المتدى تونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاستي الجمهورية والحكومة تبعات مع تبراء حامل المؤسسة العسكرية في التحركات الاجتماعية القرار أثار ردود فعال متفاوتة في الأوساط النقابية وسط مخاوف من تراجع مكسب حريات التظاهر والاحتجاج بلال مبروك بعد فشل المشاورات السياسية في حل حالة ملف الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بحصة من مدخيل الثروات النفطية رئيس الجمهورية التونسية استدعي الجيش التونسي لتأمين مناطق إنتاج النفط والفوسفات المحتجون في محافظة تطوين تقبلوا رسالة بشيء من الحذر وبالكثير من الإصرار على مواصلة اعتصامهم السلمي مشيدين في ذات الوقت بالدور الوطني للمؤسسة العسكرية التونسية بحول الله ما هوش بيجد يزج بينا وبين الجيش نرى مشكلتنا لاهم عن أمم ولاهم عن الجيش ولاهم عن شيء نحن ما طالبنا ينصر إلى دستور الناس كله العالم وكل يشهد به اللي هي حق الشغل وحق العيش الكاري قرار رياسة تونسية بمجابهة الاعتصامات المعطلة للإنتاج لقته الهيئات النقبية التونسية بشيء من الحيرة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن المنظمة العملية ستواصل توقيع مذكرات إضرابتها وفق ما يقتضيه القانون فيما شددت منظمات نقبية أخرى على أن حق التظاهر يكفله الدستور التونسي ولا تراجع عنه مهما كانت الضغوط ومصدرها الاحتجاجات أو المظاهرات السلمية المرخص لها تقريبا لن يتم منحه يوم آخر تقريبا كان خطاب ذبابي نوعا ما وفيه بعض الإشارات المقلقة أكيد هذا تقريبا لا لا نتصور هذه الأسباب لكي تجعل المواطن التونسي تنازر عن الحقه أرد السبت أم أرد رئيس الجمهوري ذلك أم رفض ضبابية القرار تثير القلق إذن ليبقى الترقب قائما لما سيتمخذ من تطورات ميدانية في مناطق الاعتصامات المختلفة ولا سيما اعتصام الحقول النفطية في أقصى الجنوب التونسي بين أكرهات الأمن القومي وحق التظاهر المكفول دستوريا تقبل التونسيون قرار رئيس الجمهورية بشيء من التوجس وسط قلق من تراجع مكسب حرية التظاهر والتنظم بلا المبروك تونس الميادين أضرم بائع فواكى متجول النار في جسده في مدينة تبرب غرب تونس بعدما منعته الشرطة من بيع الفراولة ما فجر احتجاجات ومواجهات مع الشرطة مئة الشبان خرجوا إلى الشوارع وأشعلوا النار في إطارات السيارات ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز لتفريقهم هذا وأوضح والي منوبان الشاب رادا وضع عربته في مكان غير مسموح به وأن شوطة البلدية طلبت منه إخلاء المكان أعود إليك سيد نور الدين وأفتح معك نقاش ربما حول إقحام المؤسسة العسكرية فيما خاصة الاحتجاجات الشعبية وتأمين المرافق النفطية وأيضا الفوسفات بداية ما خلفيت هذا القرار الرئاسي وماذا عن تبعاته نعم هو أعتقد أن هناك تدقيق لابد منه هو أن القرار الرئاسي في الحقيقة لا علاقة له بالمظاهرات لا علاقة له أيضا بالاحتياجات القرار الرئاسي هم تأمين مؤسسات الانتاج يعني ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة أنه إلى جانب التظاهر من أجل حق في التنمية نعم ولكن أعتذر عن المقاطعة سيدة نور الدين مما قالها رئيس الجمهورية هو المنع من تسكير الطرقات خلال الاحتجاجات وهذا ما تقوم بهذه التحركات بضبط 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 يعني الإشكال هنا هو أن هناك فاصل ما بين الحق في التظاهر والحق في الاحتجاج من أجل حق في التنمية والحق في التشغيل وهو في الحقيقة حق يضمنه الدستور التونسي لكن أنت يتحول التظاهر ويتحول الاحتجاج إلى قطع الطرقات وأيضا إلى غلق مؤسسات الانتاج مثل ما حصل في تطوين في علاقة بالمؤسسات البيترولية مثل ما حصل في فترة معينة في الحوض المنجمي وغلق يعني بعض مقاطع الفصفات هذا هو نقطة الخلاف بالنسبة للجمهورية وهذا في الحقيقة ليس فقط للجمهورية هو أنه لو نعود قليلا إلى مواقف الأحزاب السياسية وأيضا المنظمة النقابية سنجد أنها تؤكد في بيانتها أن غلق الطرقات وأيضا غلق مؤسسات الانتاج لا يجب أن يكون لأنه سيؤثر على الدورة الاقتصادية في البلاد يبدو خلال الفترة الأخيرة أن هناك دعا نقول ونسمي الأشياء بمسميتها فشل للمؤسسة الأمنية وفشل للسياسيين في إمكانية رد المحتاجين وضروف دفع المحتاجين على عدم غلق المؤسسات الانتاج مما دفع رئاس الجمهورية إلى اللجوء إلى المؤسسة العسكرية طبعا معلوم أن المؤسسة العسكرية لا يكون صرحية ولكن سيد نوردين أريد أن أسفيد من الوقت الذي بدأ ينتهي نريد منك معرفة تبعات هذا القرار على الأرض ما هو المنتظر في المقبل من الأيام فيما خاصة التحركات هل يمكن أن نشد ربما مواجهة بين القوات الأمنية والمحتاجين سريعا لو سمحت نعم هذا من الممكن في صورة ما يعني عمد المحتاجون إلى محاولة يعني اقتحام مؤسسات الانتاج ومحاولة غلق مؤسسات الانتاج هنا يمكن أن تقع المواجهة لكن في صورة ما تم الاحتجاج بعيدا عن هذه المؤسسات فلا أعتقد أن هناك من سيمنع هؤلاء من حقهم في الاحتجاج والتظاهر شكرا جزيلا لك رئيس تحليل صحيفة آخر خبر نور الدين ألا أمباركي كنت معنا من تونس على هذا المشارك إلى العنوين هو يعلم أن أي مواجهة مقبلة قد تكون في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة السيد منصر الله يؤكد أن المواجهة المقبلة مع إسرائيل ستكون داخل الأرض الفلسطينية ويعلن عن تفكيك قواعد حزب الله على حدود لبنان الشرقية محافظ عدن السابق يعلن تألف مجلس الانتقالي لحكم الجنوب وأنصار الله يعتبرونه تهديدا لوحدة اليمن اتيامات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بتجاوزات وإخلالات مالية المزيد من الأخبار والتقارير على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة